ضرب المثل في الشجاعة بربيع بن مكدم الكناني وذلك أنه مرت زعائنه يعني نساء راكبات الهوادج من بني كنانة قوم ربيع بن مكدم مررنا بنبيش بن حبيب السلمي فأراد سبيهن فمانعه ربيع بن مكدم فطعنه نبيش في عضده فقال يخاطب أمه شدي علي العصب أم صيار فقدر زيتي فارسا كالدينار يطعن بالرمح أمام الأدبار فأجابته أمه إنا بن سعلبة بن مالك مرزوء خيارنا كذلك من بين مقتول وبين هالك ولن يكون الرزء إلا ذلك وشدت عليه أمه عصابا فقال لها اسقني ماء فقالت له أفك إن شربت الماء مد اذهب فقاتل القوم فإن الماء لا يفوتك فرجع وكر على القوم فهزمهم ثم رجع إلى النساء وقال لهن إني لمائت وسأحميكنا ميتا كما حميتكنا حيا أوضعنا ركابكنا حتى تنتهينا أدنى بيوت الحي فإني مع ما بي من جراح سوف أقف دونكن على العقبة وأعتمد على رمحي ولن يقدم عليكن لمكاني ففعلنا فرجعت النساء إلى بيوتهن وظل واقفا ينزف إلى أن مات وهو متكء على رمحه ونبيشه ومن معه يظنون أنه حي فلم يجرؤ على الإغارة على النساء أحد لهيبة ربيع بن مكدم ربيع بن مكدم حتى وصلت النساء إلى حيهن قال أبو عمر ولا نعلم قتيلا ولا ميتا حمى زعائن غيره وهو ميت وإنه يومئذ غلام له زؤابة فما زال واقفا على متن فرسه معتمدا على رمحه إلى أن مال عنقه فقال نبيشه إنه لمائل العنق وما أراه إلا قد مات فرمى فرسه فقمصت فسقط عنها وعرفوا أنه ميت وفاتهم الزعن ولذلك ضرب المسل في الشجاعة بربيع بن مكدم فقيل أشجع من ربيع بن مكدم فقيل أشجع من ربيع بن مكدم فقيل أشجع من ربيع بن مكدم